الفصل الثاني ثلاث سبعات يقول إيد أزنر الممثل الأمريكي تربية الأطفال هي جزء من الفرح وجزء من حرب العصابات وهذا بالفعل ما كنت أشعر به في بعض الأيام وكأنني أحارب على عدة جبهات مفتوحة وقراءاتي في أحيان كثيرة لم تكن تعينني على الفهم بقدر ما كانت تحيرني وتربك تفكيري وخاصة كتب التربية الأكاديمية التي تدرس في الجامعات فكل بحث يقابله بحث مخالف ولكل وجهة نظر وجهة نظر أخرى مضادة لكن عندما نتحدث عن تربية أولادنا أو التعامل مع أولادنا في مختلف المراحل العمرية لم أجد أعم أو أشمل من مقولتين المقولة الأولى تنسب على الإنترنت لعلي بن أبي طالب كرم الله وجه لا تكره أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم والمقولة الثانية التي فكرت فيها كثيرا قد تشوبها شبهات كثيرة بعض المصادر تنسبها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخرى تنسبها لعلي بن أبي طالب وبعض المصادر تنسبها للعالم أبو حامد الغزالي المقولة هي لعبوهم سبعا وأدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا ثم تركوا لهم الحبلة على الغرب لا يولد أطفالنا ومعهم كتالوج يحتوي على إرشادات الصيانة وتعليمات التشغيل وأشعر أننا كأمهات وآباء ننجح في أمور ونفشل في أخرى فالتربية صعبة وتربية الأطفال في عصرنا الحالي أمر عظيم وعلينا ألا نتظاهر أن كل شيء تحت السيطرة وألا ندع كلمات الآخرين اللاذعة تخترق دروعنا المهترئة المتشققة لتنغرس في قلوبنا فنبكي دما عندما نرى ابنة عم أطفالنا تحقق المركز الأول في مسابقة إلقاء القصص بينما طفلي يصارع لقراءة كلمة جديدة وفي غياب تعليمات التشغيل لهذا الكائن الصغير الحجم عالي الصوت يجب أن يدفعنا القلق إلى العمل والاجتهاد وتجريب استراتيجيات مختلفة بدلا من الإحباط وخيبة الأمل الزمن غير الزمن العبارة التي نسبها بعضهم إلى سقرات كالشهر الثاني في الملل والنحل وابن القيم في إغاثة اللحفان لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم وكذلك نسبت هذه العبارة إلى أفلاطون كما في التذكرة الحمدونية لا تكبروا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم وهذه العبارة أثارت نقاشا محتدما بيني وبين زوجي فدائما ما نحاول أن نربي أولادنا كي يكونوا على أحسن ما يكون وفق منظورنا الشخصي وتبقى مفهومنا حول متطلبات الزمن الذي نعيشه وفي حقيقة الأمر سيعيش أولادنا في زمان يختلف عن زماننا وقد تجلى هذا الاختلاف في جميع ثورات العالم حيث قام بها شباب الدول وليس كهولها ولأن الأبناء لهم تفكير يختلف عن تفكير آبائهم ولهم أولويات تختلف عن أولويات آبائهم ما يصعب الأمر أكثر هو وجود فجوة بين الأجيال مما ينشئ صراعا وتنافسا ليس محمودا ولا نافعا وفي حقيقة الأمر نحاول نحن الآباء والأمهات أن نجعل من أولادنا نسخة منا وهذا ليس صحيحا لأن الزمان والمكان والظروف التي سيعيشون فيها تختلف عن الزمان والمكان والظروف التي عشناها كلامي هذا ليس دعوة إلى أن نهمل في تربية أبنائنا أو أن لا نربيهم في الأساس لكني أرى أن إعدادهم للزمن الآتي لا يمنع أن نرسخ منظومة أخلاقية قوية في تكوينهم وأن نزرع بداخلهم كل المهارات الحياتية العامة التي ستساعدهم في بناء مستقبلهم دون الاعتماد على أحد وعلينا أن نساعدهم على بناء شخصية خاصة بهم وليس التحول إلى نسخ مصغرة من أنفسنا يقول جون ييتس مؤلف كتاب تربية أطفال ذوي شخصية ناضجة مع زوجته سوزان ييتس الرجال غير الناضجين يتخذون القرارات بناء على أهوائهم بينما يتخذ الرجال الناضجون القرارات بناء على ما هو صواب وهذا ما نريد أن يصبح عليه أبناؤنا رجالا ونساء ناضجين قادرين على اتخاذ قرارات سليمة تستقيم بها حياتهم ولا أن يصبح أجباه رجال ونساء كثيرا ما نغالي في حماية أطفالنا من العوامل الخارجية وكثيرا ما نحجب عقولهم ونحبسها ونمنعهم التفكير خشية أن يسألوننا سؤالا نجهل الإجابة عليه وكثيرا ما نحجر على قدراتهم بحجة خوفنا عليهم من إلحاق الأذى بأنفسهم وكثيرا ما يكبر أطفالنا وهم يجهلون كيف يتعاملون مع الآخرين ولا يمتلكون الحد الأدنى من الحافز الداخلي ليعملوا ويكتهدوا ويبذلوا قصار جهدهم عادة ما ندخل مرحلة الأمومة أو الأبوة محملين بنقائص ومخاوف شخصية وأحمال تئن لها أكتافنا ونصبغ مناهجنا في التربية بهذه النقائص والمخاوف والأحمال فالأب الذي ضرب صغيرا يلجأ إلى الضرب في تربية أبنائه متعللا بأن الضرب قد حقق له الاستقامة والأم التي لم تنال قصطا مشبعا من أمر من أمور الحياة تربي أبنائها وبناتها على ألا يطمحوا لما لم تناله هي وكلنا نسمع هذه الجملة المعهودة ما تعيش عيشة أهلك أو ما تعيش عيشة أهلك التي حطمت آمال عظام وسمعنا جميعا عن هذه الحكايات التي أجبر فيها الإبن أو الإبنة على استكمال دراسة لا يحبونها وكلنا سمع من يقول هو الفن أو الكتابة أو غيره بتأكل عيش من تجربتي في تربية طفلايا وجدت أن ما يفيد أطفالنا ليس الضغط عليهم ليمتثلوا لأوامرنا وليصبحوا نسخة طبق الأصل من هذه الصورة البراقة لما رسمنا ما يجب أن يكون عليه أطفالنا وإنما تدريبهم وإرشادهم حتى يعرفوا كيف يتعاملون مع مشاعرهم المختلفة وعلى أن يرسموا صورة لمستقبلهم هم ولأحلامهم هم وليس لأحلامنا نحن وأن نعلمهم كيف يتصرفون في المواقف المختلفة وفي وجود شخصيات مختلفة وعلى أن يطوروا مهاراتهم ومواهبهم التي حباهم الله بها التي حباهم الله بها فالامتثال لأوامرنا دون مقاومة ليس دلالة على الأدب ولقد عهدت أطفالا يمثلون دور الطفل المهذب أمام الآباء والأمهات حتى يطمئنوا إلى خروجهم من دائرة الرقابة ليعيثوا فسادا ويكسروا كل قاعدة أجبرهم عليها والداهم دائما ما أذكر نفسي بحوار سمعته وأنا صغيرة بين أبي وبين زوج عمتي الرجل الحكيم الذي أثر فيه كثيرا وكان زوج عمتي يشرح لأبي أن أطفالنا بعد فترة وجيزة يصبحون أبناء الحياة وسيربيهم الرفاق والتلفزيون والشارع ولهذا أحرص أن أمنحهم حبي ولكن ليس أفكاري كما قال جبران خليل جبران في أحد كتبه وأحترم أفكارهم وخبراتهم في الحياة مهما اختلفت عن أفكاري وخبرتي ولا أنقص من قيمتها شيئا فالزمن لا يعود للوراء وربما تعود موضة من موضات الأزياء وربما نسعد بسماع أغنية من ستينات القرن الماضي ولكننا لن نستطيع أبدا أن نحيى حياة آبائنا أو أجدادنا فلماذا نتوقع أن يحيى أبناؤنا حياتنا؟ التعامل مع أولادنا في مختلف المراحل في روايتي العبقرية سورة دوريان جري والتي أرهقتني نفسيا للغاية حتى قرأتها حين قرأتها يقول أوسكار وايلد يبدأ الأطفال بحب آبائهم ومع تقدمهم في السن يحكمون عليهم وفي بعض الأحيان يسامحونهم وهذا الشيء أقلقني للغاية وهو هل يكون ولداي رحيمين بي عند حكمهما علي؟ وعلى الأسلوب الذي اتبعته أنا وأبوهما في تربيتهما وتعامله معي؟ لذلك عندما قرأت هذه المقولة والتي نسبت خطأا لسلف الصالح واتضح أنها أقدم بآلاف السنين وتنسب لحكماء الروماني تارة وحكماء الإغريق تارة وهي لعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وآخه سبعا ثم ألقي حبله على غاربه ولأنها عبارة غاية في الروعة والحكمة بل ورشيقة لغويا أيضا فقد نسب ذلك الأثر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو إلى علي بن أبي طالب كما جاء في بعض كتب التربية وهذا خطأ كبير وبغض النظر عن القائل فالمقولة أعجبتني لأنها تعطينا استراتيجية تربوية طويلة المدى ففي أول سبع سنين من عمر الطفل نلاعبه وهذا ما قرأت عنه كثيرا ووجدت أن المتخصصين في علم نفس الطفولة يؤكدون على أهمية اللعب في السنوات الأولى من عمر أطفالنا فاللعب هو الطريقة الأولى والمثلى كي يتعلم أطفالنا ويستكشفون العالم من حولهم وينمون مهاراتهم فمن خلال اللعب يتعلمون معظم أمور حياتهم ليس فقط العدوم والحساب والقراءة والكتابة ولكن يتعلمون أيضا كيف يتعاملون مع الآخرين وكيف يتعاونون مع أقرانهم وكيف يكونون علاقات سليمة مع زملائهم بل وإن اللعب مع أولادنا في هذه السن يبني رابطة قوية بين الوالدين وأولادهما السبع سنوات التالية بمثابة سنوات التأديب وفيها نعلمهم ما هو صحيح وما هو خطأ ما هو مقبول وما هو غير مقبول والأهم من ذلك أن نعلمهم السبب وراء اعتبار أمر ما صحيحا بينما أمر آخر يعتبر غير مقبول أي معايير الحكم على الأمور وفي خلال هذه المرحلة يكون الثواب والعقاب أيضا والعقاب في نظري ومن خلال تجربتي الشخصية في التربية لا يجب أن يعتمد على الضرب والأذى الجسدي بل يكون الضرب هو الملاذ الأخير لنا والأفضل أن نسقطه من قائمة أدواتنا التربوية وفي هذه المرحلة يجب أن يكون هناك عاقبة لكل فعل يقدمون عليه فإن كان صحيحا فهناك ثواب وإن كان خطأا فهناك عقاب المرحلة الثالثة هي أن نصاحبهم سبعا وفي هذه المرحلة يتراوح عمر أبنائنا ما بين عمر الرابعة عشر إلى عمر الواحد والعشرين وتعتمد الاستراتيجية التربوية هنا على المصاحبة والصداقة إلا أن المعضلة التي نواجهها في التعامل مع أولادنا في سن المراهقة هي أن نعرف كيف نصاحب أولادنا وما الذي يجب علينا فعله كي نصاحبهم وهل نتخلى عن دورنا كآباء وأمهات ونركز على دور الصديق وهل نتبسط معهم في الكلام ونزيل درجات الاحترام في رأيي ببساطة يجب أن نفكر هنا بشكل عام عندما نريد أن نصاحب شخصا ما فما الذي يجب علينا فعله وما هي الأعمدة الأساسية لتكوين صداقات فعندما نريد مصاحبة شخص ما فإننا نتحدث إليه فيما يحب ونحاول فهمه وفهم ما يريد ونتحدث إليه بالحسنة ولا نشعره بعيوبه ونقصه بل نحاول أن ننصحه بأسلوب غير جارح وإن استدعى الأمر النصح فقط وهذا ما نتبعه مع الغرباء ونفشل في اتباعه مع أبنائنا الجزء الأخير من المقولة ثم تركوا لهم الحبلة على الغارب ربما يثير الكثير من الاعتراضات فترك الحبل على الغارب لا ينفي تقديم النصح والإرشاد والأمر هنا متعلق باتخاذ القرار وليس هناك ضرر أن نترك لهم مساحة من الحرية لاتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وفي هذه المرحلة نكون قد ربيناهم لمدة 21 سنة وعند هذه النقطة المحورية في حياة أبنائنا نكون قد لعبناهم في أول سبع سنوات وبنينا هذه العلاقة الجميلة الوطيدة بيننا وبعدها أدبناهم وربيناهم وعلمناهم الصواب والخطأ ثم صاحبناهم فبكل تأكيد بعد 21 سنة سيكونون رجالا ونساء صالحين وقادرين على بناء مستقبلهم دون دفعنا إلى الندم على أسلوبنا في تربيتهم أو الشعور بأننا ضيعنا كل هذه السنوات هباء وتتساءل الكاتبة جين آدمز في كتابها ما زلت أما كيف تتواصلي مع أطفالك الكبار لبقية حياتهم لماذا يصعب علينا استماح لأبنائنا بأن يكون لهم شخصية قوية ومستقلة ونحن قد عملنا جاهدين طوال سنوات تربيتهم لكي نجعلهم كذلك وإنني أؤيد رأيها تماما عندما يرزقنا الله طفلا أو أطفالا نخلم ونتخيل كيف سنساعده على أن يكبر ليكون أحسن منا وأن يعيش حياة أفضل من الحياة التي عشناها ونبدأ في وضع التفاصيل الصغيرة حول أداءه التعليمي وسلوكياته وتصرفاته وذكائه وغيرها من التفاصيل حتى نصل أحيانا إلى ما سيحبه وما سيكرهه ولكن التجربة علمتني أن خططي الذهنية في واد والواقع في واد آخر فربما أحلم أن يكون ابني عالما بينما يفضل هو أن يكون طباخا أو أحلم أن يكون رياضيا مرموقا بينما يكره ابني المنافسة والسؤال هنا هو متى يصبح الطفل فعلا مخيبا للآمال فبمجرد أن يختار ابني مجالا لا أتمناه له لا يعني أنه سيكبر مخيبا لآمالي لأنه في الواقع نحن كأمهات وآباء ليس لنا الحق في الاختيار لأولادنا وكل دورنا أن نقدم لهم احتياجاتهم الأساسية والدعم والتوجيه المستمرين ليشكلوا شخصيتهم ويبنوا أحلامهم وأهدافهم وأن يسعوا إلى تحقيقها وعلينا أن نحمي أنفسنا من خيبة الأمل هذه بأن لا نضع توقعات محددة بل نضع خطوطا عريضة لما نريد أن يكون عليه دون تفاصيل دقيقة كما قال الحخام هارولد كوشنر دون خلق فجوة بين الطفل الذي كنت أحلم به والطفل الحقيقي الذي رزقت به أطفالنا لهم شخصياتهم منذ صغري اهتممت بأن أفهم وأن أعي شخصيتي وربما اطلاعي في مقتبل عمري على بعض النظريات علم النفسي مما كنت أسمعه من خالة التربوية ثم دراستي لأسس القيادة لاحقا هيأني للتعامل مع الشخصيات المختلفة التي قابلتها شاملة شخصيتي ولداي والتحدي الحقيقي يكمن في كيف نعرف شخصية طفلنا فالطفل يولد بشخصية وتتسم شخصية بعض الأطفال بالهدوء وبعضهم صاخب في التعبير عن انفعالاته إلا أن هذه الشخصية في هذه المرحلة من العمر ليست مكتملة التشكل وممكن أن نعتبرها بذرة شخصية والتي سيكتمل نموها في التربية والبيئة التي حولها لتكمل رحلتها في التشكل ولذلك في السنوات الأولى من عمر طفلنا علينا أن نتعرف على هذه البذرة من تجربتي في التربية أرى أنه ابتداء من سن سبع سنوات يمكننا فهم شخصية أبناءنا بدقة عالية وما يسهل فهمنا لشخصية أطفالنا هو التواصل معهم والتحدث إليهم فعندما وصل ولداي لعمر سبع سنوات وخمس سنوات اعتمدت على التحاور معهما لأفهم مشاعرهما وأفكارهما وقد أفادتني دراستي وخبرتي في مجال الاستشارات الإدارية والهندسية ومنحتني بعض الأدوات التي استطعت ببراعة استخدامها كي أفهم شخصيتي طفلية والتي من أهمها تحليل الشخصية لمايرز بريكس المبني على النظريات عالم النفس الشهير كارل يونغ ويعتمد تحليل الشخصية هذا على أربعة أبعاد تقيم وتحدد عناصر شخصياتنا المختلفة حسب ما يلي البعض الأول كيف نحصل على طاقتنا ونوجهها أو ما يعرف بالإنبساط مقابل الإنتواء وفقا لهذا البعض يمكن أن نستمد طاقتنا من العالم الخارجي فمثلا ومن تمتاز شخصياتهم بالإنبساطية تجدهم يحبون التواجد في التجمعات ويسهل عليهم إجراء حوارات مع الآخرين حتى ولو كانوا غرباء وبالنسبة لهذه الفئة من البشر التواجد في التجمعات يمدهم بالطاقة التي يحتاجونها الفئة الثانية يستمدون طاقتهم من خلوتهم وأحلامهم وتخيلاتهم وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص ترهقهم التجمعات ويزعجهم التحدث إلى الغرباء ويقدرون الأوقات الهادئة البعض الثاني كيف نتعامل مع المواقف المختلفة أو ما يعرف بالاستشعار مقابل الحدث منا من يتعامل مع المواقف المختلفة بناء على المعلومات التي نتلقاها من كل ما يحيط بنا عن طريق حواسنا الخمسة وهذه الفئة تهتم بالأرقام والإحصائيات وكل المعلومات المؤكدة التي توضح الصورة كاملة الفئة الثانية تعتمد بشكل أكبر على الحدث وما يشعرون به ونعرفه أحياناً على أنه الحاسة السادسة وكثيراً ما يعتمدون على خبراتهم السابقة في تشكيل أحكامهم وقراراتهم في المواقف المختلفة البعد الثالث كيف نتخذ قراراتنا أو ما يعرف بالعواطف مقابل التفكير وثقاً لهذا البعد ينقسم البشر إلى نوعين النوع الأول يعتمد على العاطفة والمشاعر في اتخاذ القرارات وعادة ما يبنون قراراتهم على علاقاتهم الإنسانية مع الآخرين ومدى التناغم بينهم وبين الأفراد من حولهم بينما يعتمد النوع الثاني على التفكير المنطقي وترتيب الأفكار ويصلون إلى قراراتهم بالاستنتاج المنطقي بناء على المعلومات المتاحة البعد الرابع كيف نعيش حياتنا أو ما يعرف بالمنهجية مقابل التبين البعد الرابع والأخير يحدد كيف نشكل ونعيش حياتنا وتحت هذا البندي أو هذا البعد هناك نوعان من البشر النوع الأول يعتمدون على مقاربة ممنهجة لتنظيم حياتهم وعادة ما تجدهم يجدولون أيامهم ويخططون لكل منحى من مناحي حياتهم أما النوع الثاني فينتهج نهجا أكثر مرونة ويمكنهم التعامل مع المستجدات والتغيير وأي فرص سانحة تعترض طريقهم بمرونة عندما قررت أن أحاول فهم شخصية طفلاية قمت بتجربة لطيفة حاولت تحليل شخصيتهما وفق ملاحظاتي لهما من خلال تعاملي معهما وبعدها أحضرت الاستبيان الخاص بتحليل الشخصية والمتوفر في العديد من مواقع الإنترنت وجلسنا معا نقرأ الأسئلة ونجيب عليها وفي هذا العمر استطاع ولدايا فهم أسئلة الاستبيان سبع سنوات وخمس سنوات والإجابة عليها بناء على خبراتهما وعلى إحساسهما بنفسيهما وفي النهاية عرفنا نحن الأربعة شخصية كل فرد منا واستطعنا تكوين لغة مشتركة بيننا نستطيع أن نعبر بها عن احتياجاتنا وأحاسيسنا ربما لن يكون من السهل عليك كأب أو عليك كأم أن تجري مثل هذه التحليلات لاستكشاف شخصية طفلك ولكن بملاحظتك لتصرفات طفلك وما يفضله وما لا يفضله يمكنك التعرف على شخصيته وهذه الملاحظة ستمكنك من معرفة جوانب قوة شخصية طفلك والتحديات التي يمكن أن يواجهها لقد اتخذت قرارا بألا تكون جوانب الضعف هي المقابل المتوقع لجوانب القوة في شخصية أبنائي وببساطة أنا لا أؤمن بأن أحدنا لديه جوانب ضعف ففي واقع الأمر نحن نمتلك قدرات مختلفة فربما تكون هذه الجوانب جوانب قوة في موقف ما بينما تكون جوانب ضعف في موقف آخر فمثلا منذ أدركت أن ابني الصغير أكثر مرونة من أخيه في التعامل مع المستجدات والتغيير خففت عنه الروتين وأعطيته مساحة أكبر يستطيع خلالها أن يبتكر وأن يملأ حياته بالتجارب والأحداث وسمحت له بالتنقل من هواية لأخرى بحرية لكن في نفس الوقت أدركت أهمية أن أحدد له مواعيد للعمل والمذاكرة وحل الواجبات في المقابل انتهكت نهجا مختلفا مع ابني الأكبر الذي يحب جدولة كل شيء ولا يتعامل مع التغيير بمرونة وبذلك أصبح لدى ولداي جدولين مختلفين الأول يعتمد على خطوط عريضة لما يجب أن يفعله ابني الأصغر في يومه مع مساحات من الوقت الحر بينما الجدول الثاني يحتوي على قائمة مفصلة بالأنشطة شاملة وقت اللعب والرسم والتدريب وغيرها كذلك لاحظت أن ابني الأصغر لا يفضل التحدث إلى من هم أكبر منه ويفضل التحدث إلى من هم في نفس عمره بينما يحب ابني الأكبر المناقشات مع الكبار في موضوعات عميقة فلم أضغط على الصغير ليجالس الكبار واكتفيت بسلامه العابر وجمله المقتضبة التي لا تزيد عن بخير الحمد لله وكذلك لم أدفعه للتنافس الرياضي وسمحت له بالتنقل من رياضة إلى أخرى بينما يدخل أخوه الأكبر في المنافسات ويحرز المراكز الأولى كان مهما لي أن أساند كلا منهما في فهم العالم من حوله واستخدام القدرات والمواهب الطبيعية التي حباها الله لكل واحد منهما فحاولت ألا أعقد مقارنات بينهما وأذكر أحدهما أن أخيه يحرز درجات أعلى في مادة الرياضيات بينما يحب هو الأدب واللغة وبالنسبة لي كل المجالات سواء ماذا مبني يحب مجالا محددا فسينجح فيه وكما يتوجب علينا أن نفهم أنفسنا ونفهم شخصيات أطفالنا يجب علينا أيضا أن نعينهم على فهم أنفسهم وفهم الآخرين من حولهم فإعداد أبناءنا ليكبروا قادرين على مواجهة الحياة يجب أن يشمل توجيههم لأنهم سيقابلون أنماط مختلفة من البشر وأعتقد أنه من سن الرابعة يمكننا أن نشرح لأطفالنا الاختلافات الفردية بين أصدقائهم أو أقاربهم ومن خلال القصص يمكننا أن نشرح لهم الصفات المختلفة التي قد يتمتع بها زملائهم في الحضانة أو إخوتهم أو ماذا يحب الجد مقابل ما تحبه الجدة وكذلك يمكننا أن نشرح لهم كيف يمكنهم التعامل مع هذه الشخصيات المختلفة من المهم كذلك أن نشرح لهم ونريهم بالمثال العملي كيف يتعاملون مع لحظات التوتر التي ستطرأ أثناء اللعب أو التعامل مع الآخرين ولا شك في أن بيئة المنزل والدور الفعال الذي نلعبه كآباء وأمهات سينتجان شخصيات متوازنة ولذلك يجب أن لا نقلل من أهمية التحدث إليهم وأن نسألهم عن أفكارهم ومشاعرهم وهذه الأسئلة ستعلمهم كيف يستكشفون أنفسهم وستساعدنا على فهمهم بطريقة أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر